أجرى مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس لقاء مع الأمين العام للصليب الأحمر في مدغشقر على هامش القمة بعض الدول هي أكثر تأثرا من الأخرى بالتغيرات المناخية هناك الدول لها حدود سحلية هناك دول لها حدود غير سحلية ولكن ربما الحدود السحلية لبعض الدول هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية خصوصا بسبب تغير بالطبع نسب الأمطار والفيضانات وغيرها لذلك تتأثر بشكل مباشر وهو تهديد كبير لسكان هذه الدول من هذه الدول أيضا مدغشقر محاطة بالمحيط ولذلك من السهل وصول الفيضانات ولذلك تتأثر بشكل مباشر المواطنين هناك في مدغشقر نتحدث الآن مع ضيفتي راتسي مامانجا وهي سكرتير العام للصليب الأحمر بمدغشقر أهلا بك سيدتي وشكرا لك لحضرك إلى القناة الأولى مدغشقر قد تأثرت مباشرة بتغير المناخة هل تستطيع أن تخبرينك كيف تأثرت؟ كما تعلم أن مدغشقر هي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي نعم نحن نواجه الكثير من الأعصير لأنها جزيرة كبيرة في المحيط الهندي فنواجه الكثير من الأزمات نحن حوالي 26 مليون شخصا في مدغشقر أغلبهم يعيش في مشاكل وفي أزمات من هذه المصائب والمشكلات والأزمات العالمية نعم عندما يكون لك بيتا ويكون لك أصول ويكون لك أولاد فالآن لا تريد أن تكون مشردا فعندما يضربنا ثلاثة أعصير ضربنا حتى الآن وعندما يضربنا أي أعصير فأنت تعرف أن بيوتنا تدمر وأولادنا يشردون ويموت العديد من الناس فهذه هي المشكلة الناس الفقراء في مدغشقر أيضا يتأثرون كثيرا كيف تتعاملون مع هذه المشكلات من وجهتهم ماذا سيكون الحل ماذا سيكون حلا فعالا الحل إذا كنت تريد أن تختار أن تعيش هناك لأنك تعلم ما يحدث هناك هم لا يريدون الذهاب ويحبون بلادهم يريدون أن يلتصقوا هناك ويبقوا في بلادهم إذن فهم معرضون لأن لهم اللغة المحلية لدولتهم هم يعلمون لكن مستوى الفقر عالي جدا في بلادهم لذلك هم لا يريدون الذهاب إلى أي بكان آخر ماذا تعتقدين سيدتي أنه يجب أن تكون رسالة الناس في مدغشقر إلى العالم أو ما هو الذي يجب أن يطبق على أرض الواقع حتى يساعد السكان في مدغشقر عندما نريد أن نتحدث كمهمات سابقا أن نتحدث عن كيف نعلم المشكلة نفسها كيف ندرك المشكلة نفسها كيف نوفر حلولاً تبعاً للقدرة هناك لعداد الناس هناك للناس المحليون الذين يعيشون هناك لأننا إذا كنا نعيش على حفة الخطر يجب أن نكون ونعرف جيداً ماذا سيحدث بعد ذلك يجب أن نوعيهم ومن اللازم أن يعرف الناس هناك ما سوف يحدث وكيف يستمرون ويستديمون في حياتهم هناك كمحلين كيف يستطيع الناس أو العالم مساعدة مدغشقر ما هي الخطوة الأولى التي تعتقدين أنها على أرض الواقع تستطيع أن تساعد الناس في مدغشقر حتى تنقضهم في التأثير عليهم أعتقد كسكرتير عام للصليب الأحمر نحن مجتمع محلي ونحن شكراً لمساعدين وشكراً للأعضاء الذين يشاركوننا وشكراً للناس عن طريق الماليات أو التمويل نحن نعلم أن مشكلة وأزمة غير المناخ نحن نعلم جيداً أننا ملتزمون وأننا الخطة موجودة ولكن هذه بلادي نعم إنهم ملتزمون بالمساهمة في هذه المشكلة وعلى سبيل المحلي أو على المستوى المحلي يوجد لدينا المشكلات ولنعلم ماذا نفعل نحن كالصليب الأحمر نحن أقرب إلى الناس وإلى المحليين نحن نتمنى أن يكون هناك المزيد من التمويل والآليات التي من الممكن أن تساعدنا في هذه الحلول حضرتك تعتقدين أنه التمويل وإعطاء الماديات إلى الناس كان من الممكن أن يغير في التأثير على هذه المشكلة في مدغشقر شكراً سيدتي ربما كما رأينا مدغشقر من الدول الأكثر تأثراً بسبب الفايدانات والمعاناة التي يعاني منها مواطني مدغشقر يعني تعودوا حسب ممثلة صليب الأحمر في مدغشقر قد اعتاد الناس هناك أو المواطنين هناك على الكوارث وكيفية التعامل معها ولكن ما زالت تودي بحياة الكثيرين منهم وأيضاً أكثر من 25% من مواطني مدغشقر مهددون دائماً بسبب هذه التغيرات المناخية لذلك الطلب الرئيسي هنا من مدغشقر للدول الرائدة والدول الكبيرة في كاب 27 هو الدعم والتمويل المباشر والتعويض لهؤلاء البشر عما حدث لهم من بالطبع كوارث ومن الكثير من السيئات وبسبب التغيرات المناخية التي طالتهم بشكل مباشر